فإذن إحنا يعني لما تكلمت عن الروح القدس هو أقنوم في الله الواحد في الثلوث القدوس مساوي الأب والإب نعم وبعدين تكلمنا عن أهمية الروح القدس والامتلاء وسيادة الروح وسلطان الروح سواء في حياة المسيح أو في حياة المؤمنين ولكن في البداية أنت ذكرتك جملة سريعة ودمجتها في كده نقطة وأنا صحي لها ومشان هيك أعاوز أسألك اللي هي إرسالية الروح في حياة التلاميذ لأن التلاميذ متلقوا وبعدين خرجوا ولكن إذا فيك توضح لنا الفكرة لأنه ذكرتها بشكل سريع أنه الروح مثلا يقول صريح أو شفنا أو رأينا الروح ونحن إلى آخره أنه فيه اندماج بالعمل خلينا منطقيين ونحسبها بضيق تلاميذ يسوع الحداشر كانوا معظمهم ناس عاديين ما فهمش لا البارع ولا المثقف ولا الدارس صيادين سمك ويمكن متى كان عشار ويهوزة مشي لأنه يهوزة كان من الجليل وخان فتلاميذ يسوع كلهم عاديين معظم رسل يسوع كانوا عاديين اكتم وقدس ما استخدمش حد ما قالش أن حد يستخدم فريد وفز من نوعه الوحيد اللي كان عنده معلومات وكان دارس كان الرسول بولوس وحطه بعدين اختاروا بعد ده الناس دي حسب مقاييسنا إحنا الفكرية اللي بوترس اللي أنكر اللي كان نفس كان شاهم ويقوله وحدش يقدر قرب منك ولو أموت معاك أنكر فبحسب المقاييس البشرية الناس دي ما كانش ليها رجاء ما تقدرش يعمل حاجة ما فيش سلطان عندها لكن لما امتنقت بروح قويس ازدادت جهارة واستددت قوة ونسمع كلمات بوترس فيها علم وفيها حكمة وفيها فهم وقال لهم الرابع السوء قال لهم ما تخافوش لما يضغطوا عليكم ويسألوكم ما تخافوش مش مهم الجاوب إيه أنا هجاوب بروح قويس هيجاوب على لسانكم فأنا هتكلم ما تخافوش على ألسانكم بروح قويس روح أبيكم اتكلم فيكم فإذا الكنيسة اتكلم فيها الروح قويس من خلال التلاميذ اقتدهم في حياتهم واقتدهم في إرسالياتهم ووزع ده هنا ووزع ده هنا ووزع ده هنا لذلك تقول فرزولي شاول برنابا برنابا وشاول عشان يطلعوا لأوروبا ووزع التلاميذ بصورة فوق مستوى المنطق البشري مش في هذه اللحظة حتى الآن ازاي الناس اللي بتوزعت بالطريقة دي ازاي ان الكلمة وصلت الى هذه المستويات لأفاق بعيدة ما كانش ممكن يحدث ده إلا بعمل الروح قدس ولا زننا لغاية اليوم بنحتاج ان خدمتك وخدمتي وخدمة كل واحد فينا انها تكون مقادمة بروح قدس عشان تكون مؤسرة للتلميذ لكن اخد نموذج واحد بطرس يعني مهما قلت بطرس مش هتقدر تقول ان بطرس كان وعز جيد لكن جاه فيهم الخمسين والرجل قال وعزة واحدة وفيكسب فيها 3000 يعني وعزة يعني 3000 ده بيتكلم مع يهود يهود متصلبين الفكر يهود جاي من قوة مختلفة ويهود ما عندهمش استعداد انه يغير اي حاجة يعني رجد كل التفكير بتاعه بتكعب جوة دماغه لكن الروح قدس اشتغل في 3000 نفس فغيرها بوعزة بطرس اقرأ وعزة بطرس ما تلاقيش فيها حاجة فإذا كان بيشتغل مش وعزة بطرس كان الروح قدس في سفر اعمال الرسل صحاحت نيب للمهتم في الموضوع فما تلاقيش حاجة فيها يعني تواوي تقولك يعني مزهلة يعني ما قالش حاجة لكن الروح قدس خد الكلام ده ببسطته وبسهولته وصروا لنازي حتى بلغتهم عشان يقدر يأثر في قلوبهم عشان 3000 يقبلوا الرب يسوع في هذه الوقت فده اللي تغيير كان بيعملوا شكرا